عبد قلدوس فراجي محاسب قانوني محاسب جنائي إضافة إلى كوني مستشار قانوني في الهجرة للديار الكندية درست بكندا المحاسبة القانونية إضافة إلى قانون الهجرة خدمت في حكومة مقاطعة كيبك كمحل الملفات هجرة للمهاجرين المستثمرين خصوصا مدة خمس سنوات بعد ذلك انتقلت للعمل مع واحدة من أكبر شركات أو مكاتب الهجرة الخاصة بالمستثمرين خدمت مع مدة أربع إلى خمس سنوات يعني في المجموعة كانت عندي واحدة تجربات حوالي عشر سنوات في مجال الهجرة في القطاع العام والخاص بعد ذلك حصلت على شهادة ممارسة القانونية للاستشارة في مجال الهجرة التي تسمى كونسولتان رغلومنتي عن إميغراسيون كناديان هذا هو الاختصار كلمة كريك فهذا الشهادة تخول لي باش نكون مستشار قانوني نعطي النصائح مثل زبائن أمام الهيئات الحكومية ونقوم بالملفات ديرهم إذن أنا المؤسس مدير شركة أو مكتب أوربيس إميغراسيون اخترت اسم أوربيس لأنه باللاتينية أوربيس كتعني البوصلة فهي بوصلة يعني للتوجيه يعني الزبائن أو الطلبة مثلا إلى الديار الكندية بالنسبة لمستجدات الهجرة إلى الديار الكندية الآن يعني الكندا والغرب عموما كيعاني من واحد النقص في الهيد العاملة برامج الهجرة التي تجربت من قبل كانت تعدها بعض السلبيات وهي أن عدد من المهاجرين كانوا منك يجيوا كيتقاع سوء العمل كيوقعوا لهم مشاكل في الاندماج فالآن توجه العام في الحكومة الكندية هو استقدام يعني مهاجرين عن طريق عقود عمل أو ما نسميه إذن فالمهاجر من غديجي كيكون فقط مقيم مؤقت عنده واحد الإقامة مؤقتة مدة 12 شهر 24 شهر أو حتى 36 شهر كيكون عنده عقد عمل مع شركة معينة فهو كيخدم مع هذه الشركة في نفس الوقت كيدير ما يسمى يعني بلانتيجراسيون الاندماج أو الإدماج في المجتمع الكندي إذا كان مثلا نقص في اللغة الفرنسية كي ياخد دروس للتقوية في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية على حسب الولايات ولايات كيبكية مقاطعة أو مقاطعة كيبكية مقاطعة فرنكوفونية مئة بالمئة مقاطعة نوفو برانزويك هي مقاطعة فرنكوفونية وأنجلوفونية في نفس الوقت باقي المقاطعة هي كلها مقاطعة أنجلوفونية إذا هذا هو يعني التوجه العام للهجرة الآن ما بقى الشهو الآن يتم تجاوزه يعني تدريجيا بحيث في حد الوقت معين ما غادش يبقى إذا كينجوج توجهات كبرات قريبا لاستقدام يعني المهاجرين كما يسمى الدخول السريع أو لونترا إكسبرس فلونترا إكسبرس يعني الحكومة الفيدرالية هي اللي كتتعامل معها أو كتتحكمها مباشرة لأنها غالبا كيمشيوا الناس ديال لونترا إكسبرس كيمشيوا المقاطعات الأنجلوفونية من غير كيبك كيبك ما دخلاش في المشروع هذا لونترا إكسبرس أو الدخول السريع يعني كي كيستهدف واحد نخبة هو واحد نوع من برنامج هجرة يعني نخبوي خاص بالناس المؤهلين من ناحية اللغة خصوصا خاصهم يكونوا عدهم يعني إتقان دياللغة الفرنسية أو الإنجليزية الناس اللي كيتقنوا اللغتين كيكون عدهم طبعا نوقات أكتر غالبا الشريح العمرية ما بين 25 حتى 35 سنة هذا هما تقريبا المستهدفين وكذلك الناس اللي عندهم يعني شهادات جامعية يعني شهادات عورية يعني تقريبا يعني منك نديروا واحد تقييم ديال المتقدم للهجرة أو هذا البرنامج أغلبية الأغلبية اللي كي يمكن لهم يمروا من هذا البرنامج هذا هما الناس اللي عندهم شواهد يعني جامعية إذا على الأقل تقريبا واحد لا ليسونس يعني اللي كي يسموها في كندا الباشور طبعا خاصة تكون واحد تجربة ديال العمل لحد الأدنى هو سنة غالبا الناس اللي عندهم هاد المؤهلات هادو كيكون الانتقاء ديرهم سهل في هاد العملية ديال لونتر اكسبريس الآن الميهن يعني الأكثر طلبان خصوصا من وراء جائحة كوفيد أو كورونا هي الميهن اليدوية خصوصا لأن عدد كبير من الناس يعني مع الجائحة وكي يخدموا يعني عن بعد فعدد كبير خرج من المدن الكبرى مشاول مدن السقرة كي الناس اللي حتى مثلا تطمروا في ضيعات مثلا ومشاولهم مثلا وكي يخدم يعني يعني كي يخدم عن بعد فالعمل عن بعد ما يمكنش لي يعني يغطي جميع الانشطة الاقتصادية في البلد فالشاحنة ما يمكنش لي تتصاق عن بعد التلحيم مثلا ما يمكنش لي يدار عن بعد النجارة ما يمكنش لي يدار عن بعد فالتوجه الآن او الخصاص عفوا يعني الابين يوري دو مان دوفر اللي كنتكلم عليها في كندا خصوصا هي في هاد الحرف خصوصا اليدوية فهذا الخضم هذا يعني قام مكتب أوربيس إميغراسيون اختيار يعني بعض العمال الشركة دولية كنادية الشركة دولية اللي كتعمل في تصنيع الأنابيب المعدنية او الميتاليورجي ففعلا كنا محتاجين لحامين دي سودور يحتاجنا دي إلكتروميكانيسيين يحتاجنا دي ماشينيست يعني الناس اللي كدلوا الفابريكاسيون ميكانيك هادي شركة كنادية اللي تصلت بنا يعني درنا واحد كانت واحد المناقصة والحمد لله وقع الاختيار على مكتب أوربيس إميغراسيون كانوا طالبين تقريبا ما بين عشرين حتى الخمسة وعشرين أعامل طبعا درنا إعلان تلقينا يعني عدد كبير دي السيفي يعني كانت واحد الكمية هائلة قمنا بعملية الفرز طبعا ومن بعد كان إصرار يعني من الشركة جاتنا واحد آلف وثمينمائة سيفيط قريبا من أجل يعني عشرين منصب نهائيا هذه المسألة هذه شكرا جزيلا أنك نبهت إلى هذه المسألة هذه وهي أن عقود العمل اللي كتمنح وأنا أؤكد على أنها تمنح تمنح من طرف الشركات يعني الكندية ممنوع قانونيا أن العامل المثلا اللي غد يتقدم بترشيح ديالو لهذه العمل ممنوع قانونيا أن المستشار القانوني أو الشركة قادة ما عنده شي مبلغ مالي لا الشركة الأم أو الشركة الواسيطة لأنه هو كعامل هو فقط خاصة تكون عنده الكفاءة اللي مطلوبة وغد يدفع يعني الورقة تعريفية ديالو إضافة إلى الدبلومات ديالو شواهد إلى غير ذلك يكون معه واحد الحوار مثلا باش نشوفه مثلا الكفاءات اللي عنده نتعرف على الشخصية ديالو وفوق ذلك قمنا حتى بوحد يعني يعني تجارب معملية يعني مشينا الواحد المصنع وعطيناهم يعني الأجهزة والأدوات يعني ديال اللحام ديال الصناعة الميكانيكية إلى غير ذلك جربوهم تماما كالمدير التقنيه كان مدير العمليات اللي هما من الشركة الكندية وكانوا واقفين يعني مباشرة باش كيدروا التقييم ديال ديال المتقدمين اللي كي تم الاختيار ديالو حتى اللي بيدي ديالو ما غداش يخلصوا إذا الشركة هي اللي كتتكلف بجميع المصاريف يعني لا مصاريف ملف الهجرة يعني أنا كمستشار قانوني طبعا عندي أتعاب اللي غادي نحسبهم كنحسبهم على الشركة تحركات ديالي إلى غير ذلك كلها محسوبة على الشركة يعني اللي فريق غوفير دو مونتو أو هات المصاريف الحكومية ديال الملف الهجرة كتتكلف بها طبعا الشركة حتى يعني لا فيزيت ميديكال أو يعني هاد يعني مني غدي مشي يشوف واحد الطبيب محلف من طرف القنصولية أو الصفارة الكندية باشي ديالي فحص طبي شامل نفس الشيء إذن الشركة هي اللي كتخلص جميع هاد الاجراءات إضافة إلى يعني البيئة ديال الطيارة أو تذكيرات الصفارة بعض الإعلانات يعني كما نقول يدسون السومة في العسل فهمو كي يجيبوا لك واحد من نسبة ديال 20% ربما ديال الحقيقة وكي يغلفوا بـ 81% ديال الأكاديم فمثلا مني كتكون واحد الإعلان على مباراة مثلا بحل المباراة اللي احنا أعلننا لها يعني ما تقاضيناش أي أي يعني مصاريف أو أتعاب من طرف المتقدمين يعني 1800 سيف بي يعني كندرنا مثلا غير ألف درهم للشخص صراحة ألف درهم في ألف وثمانم يارها يعني عندنا في ملايين ديال الدرهم فهذه هي ما يسمى بـ أو نوع من الاحتيال يعني كتوهم للناس أن عندهم واحد الفرصة ديال اللي عمل في كندا وكتأخذ منهم يعني واحد المبلغ مالي علما أنك يعني في قرارة نفسك انت عارف أن رمشي كلهم غادي تختاروا يعني اللي نفرد لو أن هذه المكاتب كانت كتطلب من الناس مثلا اللي تقبلوا طلب منهم واحد المبلغ رمزي مثلا قدرون يقولوا مثلا خمسمائة درهم أو يعني فقط باش كي يجهز لي مثلا الملف ديالو أو ماشي حتى الملف لأنه هو الملف ديالو هو كيتقاض عليه الأتعاب ديالو من طرف الشركة الأم ولكن أحيانا كيكون مثلا المتقدم كيلزموه بعض الإجراءات مثلا السيف ديالو مثلا ممصوش مزيلا إذا ماشي من من خطيصاص هذيك الوكالة مثلا أنها يتصول له السيف ديالو بإمكانهم قانونيا يعني عن طريق عقد هايكون أو مثلا نديرو يعني فوترة يعطي الفاتورة ديالو أنك خلص ديالو واحد الأتعاب مثلا أو واحد قيمة ديالو خمسمائة درهم مثلا باش أنا غادي نصاوب لك مثلا مسائل خراين ربما نعاونك في فرنسية نعاونك في مسائل خراين ولكن باش تبيع العقد مبالي خيالي أحيانا نصلت حتى الخمسين ألف درهم مئة ألف درهم وعندي الآن في المكتب ديالي عندي ملفات ديالناس اللي وقع لهم هذه المشكلة والتحدي الأكبر صراحة اللي كيكون كنتكلموش بالعربية في كندا ربما وسط من الجالية وحتوص من الجالية أحني أنا كتلقى ابناء الجالية اللي نص نص يعني خمسين في مئة خمسين في مئة فأهم شيء هو يعني إتقال اللغة لغة البلد أو لغة بلد المهجر سواء الفرنسية أو الإنجليزية يعني كين عدد من الناس مثلا اللي كتجيهم فرص عمل وهدي شناها يعني الآن من كنا كنديروا يعني ديزون ترفيو ديالا سيليكسيون عداد يعني ثبارك اللي عندهم كفاءات ولكن المشكلة هو اللغة ما كيناش فرغم ذلك كينش وحدين اللي قبلناهم ولكن اشترتنا عليهم انه ضروري ما يدرس اللغة الفرنسية ويتقنها فطبعا مني دارت شكايات قبلات الشكايات بالنسبة الناس اللي كانت عندهم تفاصيل يعني بينا وواضحة وفعلا تعطاهم ما يسمى بـ يعني واحد رخصة عمل مفتوحة فهذه رخصة العمل المفتوحة كتمكن هذا الشخص هذا اللي هو ضحية ديال هذا المصب والاحتيال يعني مني يكون في كندا كتمكنه انه يشتغل في الملغة يعني سواء في التخصص دياله او في تخصص اخر مع اي شركة كانت والشركة اللي يعني جابته الكندا ما كيبقاش عدها شي حق عليه انها تتابعوا قانونيا او كذا او كذا الشي كله كيسقط بالعكس كيعود بإمكانه هو يتابعهم قانونيا تماما هذه كتوقع ولك المسؤول على هذه كتكون هي الشركة ففي هذه الحالة هذه بإمكان الشخص يعني انه يتصل بسلطات الاجراء يشرح له مشكاين وفي هذه الحالة هذه يعني الشركة كتتعرض لعقوبات مالية يعني عقوبات زجرية اضافة الى وضع الاسم ديال الشركة في واحد اللائحة يعني بين قوسين بحل اللائحة السوداء ليمكن الحرمان ديالهم يمشي من ربما من سنة حتى العلامة اظن خمس سنوات لا اذكره جيدا فكيكون حرمان ديال الشركة من استقطاب عمال اجانب مرة اخرى او احيانا يقدر يعني لكانوا هذو اللزام فراكسي يعني هذو الخروقات كبار بزاف مثلا مثلا في حالة نيساء اعتداءات جنسية او شيء من هذا القبيل وامكان يعني غدتكون طبعا متابعات قانونية وغدتكون مسألة يعني اكبر